اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد كايسوكي سوزوكي وزير الدولة لشؤون الخارجية في اليابان الصديقة وذلك على همش مؤتمر حوار المنامة في دورته الخامسة عشرة وخلال الاجتماع نوها معالي وزير الخارجية بما تشهده علاقات الصداقة بين مملكة البحرين واليابان من تطور ملموس وتقدم على كافة المستويات بفضل جهود البلدين الرامية للدفع بهذه العلاقات لآفاق أرحب من التعاون الثنائي بما يلبي طموحاتهما ويعود بالنفع على شعبيهم الصديقين مثمنا معاليه الدور الذي تقوم به اليابان وجهودها الملموسة لأجل أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات التي تهدد دولها وشعوبها مؤكدا دعم مملكة البحرين لهذه الجهود المقدرة من جانبه أعرب سعادة سيد كايسوكي سوزوكي عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الداعمة لليابان مؤكدا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين والوصول بها إلى مستويات أكثر تقدما منوها بما تشهده مملكة البحرين من نهضة في مختلف المجالات متمنيا لمملكة البحرين دوام الرفعة والازدهار اشتركوا في القناة